بسم الله الذي بذكره تطمئن القلوب وتنتبه العقول وتسعد الارواح دي حلقة من سلسلة حلقات حكمة الحياة الحلقة النهاردة حنوانها الفيلسوف الاندلسي الكبير ابن طفيل ابن طفيل ده حكاية كبيرة فيعني استسمحكو نحاول نديله حقه وحق ابداعه الفائق بس قبل ما ابدأ في فكرة رأسية عايز تبقى يعني في خلفية زهن حضراتكو عشان حتساعدنا هذه الفكرة في فهم جزء مهم جدا في ابداع الفيلسوف رائع ابن طفيل ايه هي الفكرة احنا جميعا في لحظة ما كنا اطفال ولما كنا اطفال الناس اللي حوالينا الاهل الاب والام العائلة الاسرة المدرسة ال ال قعدوا يحشوا عقلنا بحاجات كتيرة جدا جدا ومنها مثلا العقائد الدينية والعقائد الدينية دي ممكن تكون من اديان مختلفة طبعا وممكن يكون في نفس الدين في مزاهب مختلفة وممكن يكون في داخل مزهب فيه متشدد وفيه متسامح الخلاصة ان حضرتك كاي انسان عايش في مجتمع اه اتحط في ذهنك اشياء كتيرة جدا طيب المفروض حضرتك تي في مرحلة النضج او بداية كده الرجد وانك تبدأ تنظر تشوف ايه الافكار دي عشان تشوف الافكار منها ايه الزائفة غير الحقيقية الافكار اللي بتقيد حريتك وبتقيد فكرك وتتجاوز عنها وتحتفظ بالاشياء الصحيحة لان احنا زي ما قالولنا كتير من الفلاسفة وعلى رأسهم امانويل كانت ان احنا بنرى العالم من خلال اقولنا مفاهمنا افكارنا مجموعة الافكار اللي عند حضرتك هي ديت اللي انت بتشوف من خلالها العالم اللي بتشوف من خلالها العالم واضرب لك مثل في غارة البساطة طفل صغير في قرية مصرية مش هقول لك في العصول الوسطى دايقة الان لما تكون الافكار اللي في القرية بيقولوله بيقولوله ان في منطقة المدافن او الطراب في القرية لو مشيت فيها بالليل هيطلع لك عفريت الطفل ده هيبقى ينظر الى الدنيا وحينظر انه كل الناس بيقولوا هذا الكلام بما فيه من الناس اهل الثقة مثلا ابوه امه وكده فان هو لما حيمشي في الطراب بالليل حيشوف عفريت واخد بانك فاحنا بنشوف العالم من خلال افكارنا ومفاهم اوكي لو تخيلنا بقى انسان طفل صغير ده زينا كده بس اتولد في جزيرة لوحدهم مع عالم الحيواني والنبات مفيش عالم انسان هذا الطفل هذا الانسان اللي بيبدأ ينمو ولا يوجد في داخله اي شيء جاء من الاخرين هو ده حج تماما لو بيبدأ يوصل الدنيا كده وعلى حسب قدراته وامكانياته هو هيبدأ يفهم الدنيا ويفهم العالم ويفهم نفسه ويفهم خالقه او يصل الى خالقه او لا يصل دي الفكرة الاساسية هنا دي اللب الموضوع الفيلسوف جائع ده ابن طفيل تبقى لنا منه خد ده لحضرتك عمل واحد فقط تقريبا يعني فيه اشياء تانية وهو قصة حي ابن اخزان قصة حي ابن اخزان بهذا العمل وحده تحول هذا الشخص الى ايه الى فيلسوف مش مش فيلسوف عربي ولا يعني شخص مهم جدا في الطراث الاسلامي لا ده فيلسوف عالمي هذه القصة الجواية الصغيرة النوفيلا حاجة وسبعين صفحة حولت هذا الشخص في الطراث الانساني الى فيلسوف كبير جدا يعني اصدقاءنا الكتاب ينتبهوا ان فيه ناس بكتاب واحد وبرواية واحدة بعمل ادب واحد يتخلده في تاريخ الانساني عمل مقدمة ابن طفيل قبل ما يبدأ في القصة عمل مقدمة وقال فيها شوية حاجات في بيت شاعر نصب الى ابي الوليد هشام الوقشي وده شاعر تولد ربعمائة وتمانية هجري لربعمائة تسعة وتمانين بيت الشاعر بيقول ايه والنوضوع ده طبعا ده انا وذكرته لانه مهم معنا في الموضوع مرحبه ان علوم الورا كل العلوم اثنان ما ان فيهما من مزيد هم معلمين بس العلوم كلها بتاعت العالم ده هم اثنين حقيقة يعجز تحصيلها يعني حقيقة مش ممكن ان احنا نوصل لها وباطل تحصيله ما يفيد يعني العلوم اللي في الدول ده حاجت ايه يا اما حاجة مهمة حقيقة كبيرة انت بتقدرش تدركها وتعرفها يا اما حاجة عرفتها معرفتها سيان طبعا هذا النوع من الفكر هو مخالف تماما للي حيقوله لنا ابن طفيل مخالف كلام كل الحكماء لان احنا الحقيقة يعني ربنا انا معلينا بقدرة على ان احنا ندرك حقائق في غاية الهمية اما فكرة استحالة المعرفة الانسانية او ان كل ما ما نعرفه او ما يمكن ان نعرفه هو شيء قليل قيمة فدي مخالفة تماما للحكمة ومخالفة تماما لفكر الفلسوف ابن طفيل ابن طفيل وصل بيقال لنا بقى انه وصل لمعارف يقينية تصل بصاحبها بصبا لغته تصل بصاحبها الى حال من البهجة والسرود واللزة والحبود لا يستطيع من وصل اليها وانتهى الى حد من حدودها ان يكتم امرها او يخفي سرها شوفوا لغته وجمالها طبعا طبعا في حقائق اا ومعارف احنا ممكن نصل لها ولا يبقى وجودنا عبس ابن طفيل اتولد تقريبا 506 505 وبويت قال 500 يعني يجوز يكون اتولد في نفس العام اللي توفى فيه الفيلسوف العظيم ابو حمد الغزيد ابو حمد الغزيد توفى 505 ميلاد ابن طفيل مش محدد قوي يعني سنوات 500 506 505 اتوفى 581 ابن طفيل يعني عاش قربة 80 81 سنة اللي نعرفه عن تفاصيل حياة ابن طفيل قليل جدا جدا لان حتى حتى يعني اغلب كتبه هو عمل كتب الحقيقة مهمة بس الحقيقة موصل لم تصل الينا هو درس على علماء عصره وحكمائها وكانت ليه معارف عميقة في مجالات متعددة زي كل الفلاسفة الكبار فهو طبعا فيلسوف كان طبيب درجة انه هو كان طبيب الخليفة الامير وكان فلكي وفيزيائي وقاضي وشاعر وسياسي درجة انه هو كان وزير في بلاط ابو عقوب يوسف حاكم الاندلس من سلالة الموحدين فهو كان وصل لمنصف وزير وهو اللي قدم الفيلسوف الكبير ابو الوليد ابن رجد الى الخليفة الاندلسي فهو ايضا يعني كان زي استاذ احد اساتيزة ابن رجد زي ما ابن رجد حاول انه هو يوفق بين الشريعة والحقيقة او الحكمة الفلسفة اليونانية وما تقوله العقيدة الاسلامية وعمل كتابه الصغير المهم الجميل اللي تعمله حلقة اللي هو انوان كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ده ابن رجد ابن طفيل برضو هو هو استاذه زي ما قلنا هو كان مهتم جدا بهذا الصلة الصلة اللي بين اللي بين ما يمكن ان يقوله لنا العقل الانساني الحر خد بالك العقل الانساني الحر وما يمكن ان تقدموا لنا الاديان عمتا والطبعا الديانة الاسلامية على وجه الخصوص بس الفرق بينهم المهم انه ابن طفيل كان اميل الى التصوف من ابن الرجل اللي هو كان يعني فيلسوف فيلسوف ولذلك ابن طفيل بيقول في حي ابن يقضان اعملو الوحيد اللي بنشتغل عليه دلوقتي بيقول عنه حظ من الكلام لا يوجد في كتاب ولا يسمع في معتادة خطاب وهو من العلم المكنون الذي لا يقبله الا اهل المعرفة بالله وهو ده التصوف هو ده التصوف بمعناه يعني كلمة بقى عن احنا دلوقتي هذا الفلسوف قدم لنا ايه المطبق اللي بقى الفلسوف عالمي بايه رواي نوفوليت حتى نوفوليت صغيرة كده رواية صغيرة طيب ده يخلينا نتأمل في فن القص نفسه كلمتين عن فن القص الحقيقة فن القص قام بدور بارز كده في تأسيس الوعي البشري عبر العصور عبر العصور مين فينا وهو طفل ما سمعش حكايات من والدته مدته اي حد كبير في العائلة الاطفال بيعشقوا القصص والحكايات والكبار ايضا يعشقوا القصص والحكايات والحق سبحانه وتعالى وهو يحدثنا في كتب المقدسة حدثنا بايه بالقصص كتب المقدسة شرقا وغربا في الديانات الهدية القديمة في الديانات الابراهيمية في الكتاب المقدس في القرآن بتكلمنا يعني الحق سبحانه وتعالى بيكلمنا من خلال القصص لان من خلال القصة ممكن تنقل كل حاجة تنقل الحكمة تنقل العبرة تنقل المغزة تنقل كل ما تريد ان تنقله العقلنا البشري كأنما مخطط لانه يعي الحكمة والحقائق من خلال القصة اللي فيها حدوتة فانت من خلال حدوتة ممكن تفهم عمق وتفهم فلسفة وهذا الفيلسوف العظيم قدم لنا ايه قدم لنا حدوتة في سورة يوسف في القرآن العظيم بيقول ايه نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن يعني القرآن قصص قصص وزي ما قلت لحضراتكم كل كتب المقدسة بتقدم قصص وايضا في قصصهم عبرة اللي قولي الالباب القرآن بيقول في قصصهم عبرة ايضا في سورة يوسف انه القصة ممكن يبقى فيها عبرة الناس تدرك منها اشياء كتيرة والحقيقة ان ما ادركناه وندركه الدراسات اللي اتعامل عن قصة حي ابن يغزان ابن طفيل عديدة عديدة لانها مليئة بالحكمة والمغزة والمعنى لمن يتأمل وعشان كده انا استسمحكم ان الحلقة دي يعني احاول مقدر مستطع اني اشاور على اهم النقاط في هذه القصة العظيمة مما قد يجعل حلقة طويلة شوية فيعني استسمحكم في مجموعة دلالات كده قوي ممكن نفهمها من حي ابن يغزان اول حاجة نبدأ بها الاسم حي ابن يغزان ايه الحي ابن يغزان دا كانما يقول عليه الانسان الكامل الانسان الكامل حضراتكم عارفين دا تعبير في التصرف عندنا مقصود به هذا الشخص اللي يعني ربنا فتع عليه ووصل الى الحق سبحانه وتعالى والبطل في هذه القصة وصل ايضا الى الحق سبحانه وتعالى وهو بيدلنا على الطريق القصة دي القصة الفلسفية دي الحقيقة لها جزور في الاساطير القديمة في يعني في العالم شرقا وغربا فكرة هذا الطفل اللي توجد في جزيرة لوحده ويفهم لوحده دا لكن بالنسبة لنا في طرصنا العربي والاسلامي هناك اربع فلاسفة تخيل اربع فلاسفة كتبوا نفس القصة كتبوا نفس القصة عشان كده تعرف ان الفن القصة ما هيش هي الحدودة بتاعت الهيكل العظم هطلع بره ثانية كده العظيم وليام شيكسبير وليام شيكسبير المصرحيات بتاعته الحاجة والتلاتين مصرحي كل الحكاية بتاعتها معروفة يعني مثلا روبيو جوليت كانت حكاية معروفة وموجودة لكن هو ازاي استطاع ان هو يأخذ هذا الهيكل العظم وازاي بقى يحشيه بجماله وعبقريت وحكمة شيكسبير وهكذا فكذلك هذه القصة كتبها البعاء ليه يعني قصة مثلا ابن سينة كتبها ليه ابن طفل يجي يكتبها لا لان هو ممكن يطلع منها هذا الطفل اللي محدش قال له اي حاجة ازاي هيبدأ يعيه يورفها فابن سينة حضرتكم عارفين 37428 هجرية وهو كان اول من كتبها كتبها بعد كده السحراء وردي 549 لحد 587 وكتبها ابن النفيذ بعده 607 لحد 687 بالاضافة طبعا لقبلهم كان يعني ابن سينة سمه ابن طفل كتب حي ابن اخزان طبعا حي ابن اخزان ترجمت الى حدد كبير من لغات العالم وفي العصر الحديث تأثر بها وكتب على غيرها ايضا قصص في العصر الحديث اشهرها كانت قصة روبونسون كروزو بتاعت الكاتب الانجليزي دانيل ديفو وهو نشرها 1719 بس طبعا روبونسون كروزو الحقيقة كانت ايمى على مغامرات وعلى يعني اكشن شوية ما كانش مهتم بالجانب الفلسفي ولذلك كان سهل انها تتحول لاعمال درامية وسينمائية وكده لانها يعني اكشن مش فلسفة زي اللي قدمها طبعا فلسفتنا الكبار لكن يبقى ان احنا لازم نتوقف انه في هذه الفكرة اللي انا بدأت بها فكرة احنا كلنا بنبدأ بيحشو دماغنا حاجات لا انسان بقى محدش حط له حاجة في دماغ فهذا العقل الحر المتحر ازاي ازاي وبعدين نخلينا ان نتسائل يا طرى الاشياء اللي حطوها في دماغنا دي افادتنا اللي الناس حطوها ولا ضرتنا مش عايز اقول اجابة تزعلكوا لكن اللي حقولكو هسكر الاية القرآنية وان تطع اكثر من في الارض يعملوا ايه يضلوك عن سبيل الله وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ولذلك احنا لازم نفلتر كل المعلومات اللي جاتنا كل الافكار اللي جاتنا كل المفاهيم العقائد حتى كل حاجة كل حاجة محتاجة عشان تخلي عقلك منطقي بالمنهج العلم السليم اللي وصلنا له اللي وصلته لحضارة الانسانية الآن الاسم الكامل للمخطوطة بتاعت ابن طفيل اسمها كده رسالة حي ابن يخزان في اسرار الحكمة المشرقية استخلاصها من درر جواهر الفاظ الرئيس ابي علي بن سينة الامام الفيلسوفي الكامل العارف ابو بكر ابن طفيل ده الانوان الطويل اللي موجود على المخطوط الاصلي بتاع ابن طفيل يعني هو الراجل بيعترف من الاول ان هو اعتمد على اه قصة ابن سينة الحقيقة قصة ابن سينة صغيرة جدا اه حوالي عشر اتناشر صفحة بينما قصة ابن طفيل حاجة و سبعين صفحة فهو الهيكل لكن اللي محطوط هنا غير اللي محطوط هنا ولذلك الاستاذ الكبير اه احمد امين اه في دراسته لقصة حي ابن يخزان قال الادي ده كلام احمد امين لو قارننا بين ابن سينة وابن طفيل من الناحية الادبية وجدنا ان ابن طفيل ارقى من ابن سينة بكثير من حيث اللغة والادب فعبارة ابن طفيل ادبية مشرقة وعبارة ابن سينة مغلقة غامضة ده كلام اه استاذ احمد امينو طبعا اوافق عليه تماما ده يعني استاذنا تعلمنا منه كتير ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا والحكمة المغربية بتاعت المغرب العربي الاندلس اللي هو كان فيه فكرة الجمع بين العاملة زي فكرة الجمع بين الحضارتين النهاردة مثلا الحضارة الاسلامية والحضارة الحديثة الغربية الفكرة التلاقح بين الحضارات ده من اهم الاشياء اللي بتعمل عملية تطوير ونهضة وتطور للانسانية كلها الحقيقة من اهم الاشياء اللي ممكن نشوفها من الحكاية دي ان العقل الحر هذا الطفل الانسان حي ابن الحضار هذا العقل الحر عندما فكر وحده استطاع انه يوصل الى نتائج في غاية الروعة والاهمية وانه هو استخدم الحقيقة في تفكيره في مراحله زي ما هنشوف منهج بحث علمي وتطور علمي شديد الجمال والروعة تعرف ان ده لما يكون الكتب من 8 قرون تعرف قد ايه حضارتنا دي اصيلة وفيها اشياء شديدة الروعة حقيقتا نتعلم منه حتى الان بالاضافة لان فيها ايضا جانب الروح جانب الروح الانساني القادرة على التواصل مع غير المرقي يعني هو كان حي عمل بحث في الجانب المرقي اللي هو في العالم بص حواليه النباتات والحيوانات وحنشوف عمل ايه وفيه جانب تاني جانب غير المرقي الجانب المتافيزيقي ازاي الروح بحثت ايضا في الجانب ده ودي يعني عظمة اه هذه القصة وعظمة الانسان نفسه انه ولذلك هو حي يتميز ايه عقل يقز جدا وقلب سليم وهو ده الانسان يعني النهاردة يصل كيف يصل الانسان الى الحكمة كيف يصل الانسان الى السعادة كيف يصل الانسان الى الحق سبحانه وتعالى من غير عقل يقز وقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم طيب الخطوط العريضة للقصة طبعا أنا بادعو كل حد من حضراتكم لقائطة وهي متاحة على النت قصة موجودة في كل حد لكن لازم يعني أعطي الخطوط العريضة للقصة عشان نقدر يعني نتتبع هذا الفكر العالي جدا وراقي جدا وهذه الروحانية الجميلة وهذه الحكمة الحكاية بتقول إن هذا الطفل حيبني أخذه اتواجد على الجزيرة اتواجد على الجزيرة إزاي؟ إلاك حكتين يعني هو عرض فكرتين فكرة إن أم أخت ملك على علاقة بحد فحاملت والدت الطفل فخافت أحسن أخوها الملك يقتلها أو كذا تعرض لخطر فحطته في إيه زي كده ما أم موسى حطته ورميته في الياب وراح للجزيرة كان فيه زبية غزالة فقدت ابنها الطفل فلي سمعت ده بعيت فخديته وربعيته وهكذا يعني إنه حي من أب وأم من رجل وأمرأة عمل كمان فكرة تانية إن حي ده تطور تخيل هاي؟ يعني خليه حية وتطورت الجزيرة والزبية خديته أو ممكن يكون إيه حصل تطور في الجزيرة نفسها ونشأ هذا البني أنا وسابل وسابل الاتنين سابك تفك بس بداك التصوير بيبدأ بقى هو حقيقة هذا الطفل بقى لما ينمو يكتشف إنه هو مش زي بقيت الحيوانات فأول حاجة بيعيها بيعي الخلاف اللي بينه وبين الحالات عقل يقز المتأمل بيبص ويشوف ويفهم وبعدين حبه طبعا للزبية أمه دي وبعدين أمه الزبية بتموت فبيتقصها جدا جدا الجزء العاطفي والإنساني تقصها جدا جدا وحايز نيفهم هي ليه ماتت وبعدين هو شايفها أقصاده ميتة بس طب ما هي موجودة زي ما هي إيه الحاجة اللي كانت فيها اللي كانت خليها حية وإيه الحاجة اللي لما مشتها تحولت إلى الشكل ده وبعدين بدأ بقى رحلة بحث عقلي وبدأ بتشريح الحيوانات عشان يفهمها وزي ما قولنا ابن طفيل طبيب وعالم فكل خبراته ومعارفه حطها في هذه النوفيلة الصغيرة الجميلة البديعة فبتشريح الحيوانات استعني يدرك إنه مش الأجهزة اللي ده فيه حاجة فيه حاجة اللي يروح اللي هي اللي بتخلي الكائن الحي ده إنها تبقى حية والروح دي لما تمشي تموت الظبية وتبقى مجرد وإن الإنسان الإنسان هو حاجة أو متأسف أو الكائن الحي يعني هو هنا الظبية الإنسان أو الحيوان هو حاجة مختلفة عن جزء المادي اللي فيه فيه جزء روحي فيه روح لو طلعت لو فرقت هذا الجسد يتحول الجسد زي ما انتو حارفين إلا ولا حاجة بيحصل برضو تكملة في القصة إنه بيجي واحد شيخ إلى الجزيرة دي اسمه أبسال دي قدي نقطة بقى هنبدأ في غاية الأهمية والحاجة الراجل ده راجل شيخ عنده علم شرعي وأخد بال حضرتك وحي ده راجل مفكر حر عنده علم عقلي بيلتقوا لتنين فيه شوية طبعا دراما وأدب كميل بس مش مرضانة لك ان احنا الوقت بنقول لقاء اللقاء هو لقاء بين العقل والنقل لقاء بين حي الممثل للعقل البشري وهو ما وصل الي باجتهاده كان حي بقى شاب يعني فكان ادرك حاجات كتير وبين هذا الشيخ اللي بيحمل التصور اللي هو هنا طبعا التصور الاسلامي لما اتقابله طبعا الشيخ علمه اللغة وحاجات كتير كده المهمة في الاخر اتفقوا على انهم وصلوا لواجب الوجود الحق سبحانه وتعالى فاتفقوا على اشياء كتيرة واخد بالك بقى من شجاعة وجسارة الفيلسوف النطوفيل ان هو قال لا ده فيه كمان حاجات مختلفة يعني خلى حي يختلف عن اللي بيقوله ابسان الشيخ دي نقطة في غاية الامية وطبعا هنتكلم على نقطة الخلافة هم اتفقوا تقريبا على اغلب الحاجات بس كان فيه نقطة خلافة وطبعا دي منتهى الشجاعة من ابن طوفيل والفهم في الاخر حياخده ابسان الشيخ حياخد حي نرجع بقى عند الناس تانين دول ونشوف الناس وبتاعي جوز نقدر نفيدهم بالعلم بتاعك اللي انت وصلت له لوحدك ده وكده فيه شخصية اخرى هي سلمان وهما الشخصياتين دول ابسان وسلمان حقيقة ابن طوفيل استطاع بيهم ان يعبر عن طراصنا ازاي ابسان ده راجل اميل الى الحقيقة اميل الى التصرف هو فاهم هو شيخ وفاهم الشريعة كويس وفاهم اما سلمان فهو اميل الى الشريعة وبعيد عن التصرف هما المذهبين اللي موجود على فكرة في كل الاديان يعني فيه ناس بتبقى مهتمية اكتر مثلا بجوانب العبادات وفيه ناس مهتمية اكتر بجوانب الطرق الصوفية الروحية اهل الشريعة واهل الحقيقة راح بقى للناس حاول يتكلم معاهم وطبعا اه فيه حاجات كتير تخليه ما يلتقيش بيهم وتكون النهاية انه يرجع هو وابسال الجزيرة عشان يعني يعيشوا في هدوء يعوض ربنا اه ده الخطوط العريضة للقص خطوط العريضة للقص لكن محملة في داخلها باشياء كثيرة من اجمل ما في الموضوع انتو حضراتكم عارفين الفلسفة مش بتقدم بس اجابات على الاسئلة اللي في داخلها لا كمان الفلسفة بتعمل شيء رائع جدا وهي انها بتقدم اسئلة خد بالك يعني انت صحيح في دخلك اسئلة في داخلك اسئلة تبقى تتمنى انك تصل الى اجابة عنها لكن كمان عقلك للزهن ده لما يطرح الاسئلة طرح الاسئلة دي شيء في غاية جوع الفلسفة والفلسفة بيجحولوا الاجابة على اسئلة وهم ايضا بيطرحوا اسئلة ده اللي عملوا في هذه القصة ابن طفيل انه طرح اسئلة بعبقرية عبقرية طرح السؤال فطرح اسئلة في اسئلة اقدم اجابات عليها في اسئلة لم يقدم اجابات عليها ودي طبعا بوعي كامل عشان يتركه اندربتلك مثلا ازاي حي ده وصل الجزير وسابلك الاثنين وحاجات حنشوف دلوقتي ففكرة الفكرة مهمة جدا ان الفيلسوف بيحاول يجيب على اسئلة وبيطرح اسئلة ويحاول يجاوب عليها وبيطرح اسئلة وما بيقدمش اجابات قد يكون موصل لهاش قد يكون عايزك انت كمتلقي انك تفكر وتبحث عنها لكن الحقيقة في مجموعة من الاسئلة الفلسفية العميقة جدا والجميلة جدا اللي بيطرحها ابن طفيل في هذه الجواية في مقدمة الجواية بيعلن ابن صفيل بشكل مباشر رفضه لتجاوزات بعض الكبار الصفية زي البستامي والحلاج وغيرهم وكمان بينتقد فلسفة كبار زي الغزالي وابن باجة وابن سينة وارستو والفرابي وغيرهم فهو راجل قبل ما يبدأ روايته عمل عملية نقد نقد عقلي ونقد روحي لمتصوفة كبار ولفلسفة كبار ودي طبعا فكرة انك تعلمك ازاي انك لا تتلقى حتى من كبار الكبار اللي انك تفحص وتنقض فهو ابن طفيل نفسه زي حي هو عقل يقز وروح ناقدة بيفحص ويدقق بفطنة ويمحص وينقد بموضوعية حضراتكم عارفين الحبارة اللي عندنا الجميلة في طراثنا كل الناس يؤخذ من كلامهم ويرد الا صاحب هذا المقام نبينا الاجمل عليها افضل صلاة والسلام جزء مهم تاني بيقول هنا ابن طفيل في المقدمة بيرفض تماما التقليد بيرفض تماما ان انت تكون مقلد يا صاحب العقل اليقظ والقلب السليم يا صاحب العقل اليقظ والقلب السليم لا تقلد الاخرين لا تقلد اي حد وحتى بتقول ونحن بتقول كده ونحن لا نرضى لك بهذه المنزلة يعني انك تكون منزلة مقلد احن نرضى لها ده واجبك اتجاه نفسك السعي الدقوب نحو المعرفة والكتح المتواصل الي المولى عز وجل لان التقليد الاعمى لا فائدة منه تي نقطة مهمة جدا تقليد الاعمى لا فائدة منه لطبعا لما من ثمان قرون فالسوفنا بيقلمنا بيعلمنا ده لما نشوف حال سوى التعليم عندنا للأسف من سنوات من عقود وهو بينحدر عاما بعد عام وهو قايم على فكرة الحفظ والتقليد والتلقين نشوف قد ايه احنا في اشد الحاجة الى كلام ابن طفيل من ثمان قرون حضرتكم بيشير فرده في المقدمة ابن طفيل الى ما جاء في كتاب ميزان العمل بتاع الغزالي ابو حمد الغزالي بيقول في ايه ابو الغزالي بيقول بقى ان الاراء تلت اقسام الاراء تلت اقسام الاولاني رأي يشارك فيه الجمهور ده بتكلم اراء بتاع الفلاسفة الفلاسفة عنده تلت انواع من الاراء رأي بيبقى رأيه فيه هو متفق مع الجمهور هيقوله عادي ورأي بحسب ما يخطب به كل سائد ومسترشد يعني لو حد سأله عن عن رأي معين ممكن يقوله لان انت لسائل فلانك انت سألت فانا حجربك في الجزئية دي انا مقولهاش لكن انت لما تسأل اقولك ردان تالي التالت بقى خد بالك من ان يكون بين الانسان ونفسه لا يطلع عليه الا من هو شريكه في اعتقاده هي دي الفكرة انه هناك كلام في الطريق السوفي والروحي بقى صعب انه يتقال يعني عامة الحقيقة انه يذكر ابن طفيل هذا الكلام اللي قاله الامام الغزالي يخلينا حنفهم ليه الموقف الاخير اللي اتخذوا حي ابن اخزان من ناحية وليه الموقف برضو اللي اتخذوا ابن طفيل في نهاية الجواية لان موقف ابن طفيل شخصيا في نهاية الجواية زي موقف حي في نهاية القصة زي ما قلت انه انه ابن طفيل قدم لنا اسئلة قدم عليها اجابات وقدم اسئلة لم يقدم عليها اجابات تركها لنا وكان مهتم جدا يعني لحظة درامية مهمة في القصة دي هي لحظة موت الزبيع اللي هي بمثابة امه كأنها امه كان العلاقة بيها دارت ان هي لما كبرت بقى في الاخر وهو اردية كان بترعاها وهي لما كبرت بقى هو اللي رعاها علاقة علاقة جميلة جدا بين بين انسان وغزالة شيء بديع يعني ادب ادب راقي لكن فكرة الموت بقى عندما مات الغزالة وتأثير الدرامي باللي حصل ده بفكرنا طبعا بقول سكراط العظيم ان الفلسفة او الفلاسفة هم ناس ايه منشغلين بالموت الموت ده اكبر حدث في تاريخ الانسان الموت في ايه اكبر من كده الموت هو اكبر حاجة فلازم انت كمفكر كفيلسوف كانسان يقز وواعي انك تكون دايما زهنك يعني منشغل بمناطق ولذلك سكراط كابقول الفلسفة هم ناس شغلتهم انهم منشغلين بالموت مش بالحياة بالموت لان ده هذا الانشغال بالموت ده اللي خليك تفهم الحياة كويس وتتعامل معها بحكمة اطرق اه حي ان الموت ده موت للجسد مش للجوح وانه هناك شيء اخر متافيزيقي غيبي اه لما بيطرق الجسد الجسد بيحصل له كده لكن هو باقي ضمن الافكار قاعد يفكر العالم ده ابن الحي العالم ده محدث ولا هو قديم يعني الحالم ده العالم اللي احنا فيه ده هل هو اه لم يكن موجود وبعدين وجد ولا هو موجود منذ القدم ولم يستطع ان يصل الى اجابة وترك لنا هذا السؤال واعتبر ان العقل البشري عاجز عن انه يجيب عن هذا السؤال وهذا يذكرنا بكلمة العظيم ابو بكر الصديق ده الله عنه وهو بيقول العجز عن درك الادراك ادراك يعني عجزنا عن ان احنا ندرك بعض الحقائق ده في حد ذاته ادراك ودي نقطة طبعا مهمة جدا قرآن بيقول ما اشتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخز البضلين عضبا اا لكن ادرك حي ان سواء كان العالم ده قديم ام العالم ده حادث اا في الحالتين هناك فاعل هناك خالق داخل برضو في قصة حي دي في جزء مهم جدا في التأمل اذا كان هذا العقل الحر واحده استطاع ان يصل الى الحق سبحانه وتعالى طب ما اهمية ارسال الجسر قرآن بيقول لنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا طب اذا كان الانسان ممكن يوصل لوحده طبعا دي نقطة اسئلة بيطرح اسئلة قدامنا نتأمل ونفكر فيها بس هو السؤال برضو تكمل الى السؤال وهل كل عقل الناس اللي حضراتكم بتشوفوها تملك هزي اليقظة تملك هزا القلب السليم بيقول حي انه صار لا يقع بصره على شيء الا ويرى فيه اثر الصنعة فينتقل بفكره من الصنعة الى الصانعة الحق سبحانه وتعالى طبعا ده الحقيقة يعني مستوى عالي جدا من الحاجات المدهشة في القصة وفي الموضوع بنتكلم فيه اللغة ده هذا الطفل ما كانش عنده لغة ازاي كان بيفكر من غير لغة ده سؤال عميق شوية اللغة حضراتكم عارفين هي وعاق الفكرة ازاي ممكن تفكر من غير لغة ده شيء طبعا ده سؤال كبير في هذه القصة ولذلك لما قابل الشيخ افسال بدأ يعلمه اولا اللغة وبعدين يتفهمه وعلا فكرة جاب طريقة في التعليم جميلة جدا يعني بيضرب لنا ابن الطفل مثلا لطيف جدا وجميل بيقول لنا نتخيل لو تخيلنا انسان مكفوف البصر ولد مكفوف البصر الانسان تا طبعا بيعي الكون بشكل معين بيشوف العالم بشكل معين وفهمه للدنيا بشكل معين اذا تصورنا ان هذا الانسان ربنا اعد له البصر او اعطاه البصر فبعد سنوات من الحياة وفهمه ان العالم ورقيته ديها وهو مكفوف فجأة فتح وشاف العالم هل العالم اللي هو شافه ده هل ادراكه ووعيه بعد ما رأى العالم زي ادراكه ووعيه ايام لما كان مش بيشوف طبعا لا طبعا مختلف ايه المثل ليه ضرب المثل ده عشان يفرق لنا بين الانسان العادي زينا يعني والناس اللي ربنا بيفتح عليهم ويصلوا الى طور الولاية يعني يبقى عارف بالله يبقى على صلة بالحق سبحانه وتعالى فالطور الولاية هو كأنما الانسان فتح وشاف العالم برؤية حقيقية ولذلك سيد المسيح في الانجيل بيقول لنا إن كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يرى ملكوت الله ودي حقيقة فعلا يعني عشان تبدأ تشوف الحق سبحانه وتعالى في عالمك له عايز نوع من البصيرة حقيقة لأنه الناس انتوا شايفين الناس راشين يعني يعني مش شايفين حاجة لكن عشان تشوف الحق زي ابو باكر الصديق لما قال لنا إن هو لا يرى شيء إلا رأى الله قبله أي حاجة بيشوفها شوف ربنا شوف ربنا في عالمك شوف يد العناية الإلهية وهي شي لك كون وشي لك منذلك بيذكر ابن طفيل عن ابن سينة إنه بيصف الحال فياكاد يرى الحق في كل شيء دي حقيقي ده اللي ربنا بيفتح عليه طبعا في طور الولاية دي هذا المستوى العالي بتعجز لغات البشر جميعا عن التعبير عن حقيقة أهل التحقيق هنا نرجع لموضوع اللغة إن فعلا اللغة دي احنا عملناها عشان نتفاهم فيها ونتبادل الأشياء مع بعض إزاي بقى هتصل إلى التعبير عن هذا المستوى العالي جدا من البصيرة بينقل أيضا ابن طفيل بعض عبارات الإمام الغزالي بيقول فيها فإن من لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بقى في العمى والحيرة عشان يؤكد لنا على حاجة فكرة البحث العقلي فكرة البحث العقلي كان مهتم بها ابن طفيل زي كل الفلاسفة زي كل الناس في طريق البحث عن الحقيقة بيقول ابن طفيل عن الغزالي ولا شك عندنا برضو دي حتة مهمة دي ولا ده ابن طفيل بقلمه بيكتب عن ابو حامل الغزالي ولا شك عندنا في ان الشيخ ابا حامل ممن سعد السعادة القصوى ووصل تلك المواصل الشريفة المقدسة الحقيقة كلام جميل جدا طبعا حضرتكوا عارفين علاقتي مع الغزالي فانا يعني اوافق عليها يعني ابصب بالعشر وبيقدم لنا ابن طفيل برضو جزء من سرته الذاتية المتعلقة بسعي الدقوب نحو المعرفة هذا الرجل العالم في مجالات متعددة بيقدم لنا فيقول بيقول جملة جميلة جدا حتى استقام لنا لنفسه يعني حتى استقام لنا الحق اولا بطريق البحث والنظر ثم وجدنا منه الان هذا الزوق اليسير بالمشاهدة وحين از رأينا انفسنا اهلا لوضع كلام يؤثر عنها هذا كلام الجميل يعني مش اي حد يمسك الم ويكتب مش اي حد يمسك الم ويكتب ده راجل يعني وصل لمستوى خلاه ومستوى على المستوى العقلي والمستوى الزوقي الروحي خلاه انه يقول ايه دلوقتي ممكن الواحد ايه حين از رأينا انفسنا اهلا اهلا لوضع كلام يؤثر عنها حقيقية هي حاجة وسبعين صفحة دول بقى في نسوفه علامي في بحث حي ابن يقضان في الرواية عن الفرقات بينه وبين عالم الحيوان وبعدين لما راح قابل الناس الفرقات بينه وبين الناس لا قد ايه الانسان ده كائن متفرد حضرتك 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 وحضرتك انت الانسان ده كائن متفرد جدا انت مختلف عن كل الكائنية اللي حواليك مختلف عن الجمادات والنباتات والحيوان ومختلف ايضا حتى عن باقي البشر انت كائن متفرد جدا وايضا من الاشياء اللي بتشاور عليها جوايا ياد العناية الالهية هذا الطفل سواء كانت امه القطر في اليم في صندوق في اليم او سواء فيه يد العناية الالهية او تطور حد يد العناية الالهية كانت معاه دائما وحد ما وصلته للمستوى انه ايدرك الحق سبحانه وتعالى بيد العناية الالهية دي من الحاجات المهمة والجميلة شرط ايضا هو كان في جزيرة حضرتك فالجزيرة حواليها بحر من كل ناحية فهو كان يرى البحر قد احضق بالجزيرة من كل جهة فيعتقد انه ليس في الوجود سوى جزيرته تلك فكرة لطيفة جدا تخلينا برضو تشاور على حاجة مش لكل واحد منا برضو جزيرة بيعمل نفسه جزيرة كده علامه الخاص المغلق لو تتذكر حضرتكم بالحلقة بتاعة كهف افلاطون لكل منا كهفه الخاص وتصوراته هو بيشاور على هذا المعنى اتكلم برضو على تشريح الحيران حقيقة طبعا دراسة علمية يعني طبيب حازق ابن طفيل نفسه لكن اتكلم على عملية التشريح وازاي وصل بيها لمعاني كتير قوي حي ودي بيانة قد ايه رغبة المقدسة في المعرفة اللي عند ابن طفيل كفيلسوف واللي عند حي كانسان زو عقل يقز وقلب سليم فمثلا الوجود حضرتكم عارفين ان الوجود متعدد ودي قضية فلسفية قديمة الوجود متعدد يعني مليان حاجات كثيرة وفي نفس الوقت الوجود ايه الوجود واحد فهي كسرة من ناحية ووحدة من ناحية وحدة الحق سبحانه وتعالى فهو وصل حقيقة لاشياء بديعة وان كل حادث لابد له من محدث قاعدة منطقية اساسية وان فيه طريق طويل طريق طويل خد بالك اطعه حي ابن اخضان كتحن الى الحق سبحانه وتعالى وبيعلمنا هذا الطريق ويفكرنا بالآية العظيمة يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كتحن فملاقيه تساءل حي عن حقيقة ذاته هل يمكن ان تميد او تفسد وتضمحل ولا هي باقية هو ذاته دي باقية ولا حضر محلال ان الفساد ولا اطمحلال انما هو من صفات الاجسام وكذا ادرك معنى بقاء الروح بعد فناء الجسد هو هو مش الجسم هو فهم زي ما انه امه الغزالة ما هياش هذا الجسد هو ايضا ما هواش هذا الجسد وبالتالي هو روح خالدة وسرمضية من جسارة ابن طفيل حقيقة انه دخل في خاض في حديث مدهش عن ما بعد الموت وتكلم عن مصير مختلف المخلوقات بعد رحيلها وعمل عدة مصائر للنفوس الشرية فناءها قالك النفوس الشرية هتفنى كحال البهائم غير الناطقة او انه هتبقى في الشقاء الابدي او هتتخلص من الامها بعد معاناة طويلة اعتبر حي ان كمال ذاته ولزتها العزمة هي في ايه باه هي بمشاهدة واجب الوجود هذه الصلة مع الحق سبحانه وتعالى هذه الصلة مع الحق سبحانه وتعالى وده طبعا كلام يعني منزاق عرف الناس اللي راح شافهم حي لما خدوا ابسال ورجعوا وراحوا شافوا الناس في المجتمع البشري شافهم ايه وصفهم ابن طفيل بالبلادة والنقص وسوق الرأي وضعف العزم انهم كالانعام بل هم اضلوا سبيل طبعا كلنا عارفين عن الاية القرآنية ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضلوا سبيل ودي نقطة مهمة جدا وصلها ابن طفيل فلسوف ووصلها حي ابن اخزان ودي حقيقة انسانية يعني مش الهدف الاساعي لحد من النقط اللي كان بقى احنا قلنا فيه بعض نقط الخلاف اللي بين اللي كانت بين حي ممثل العقل الحر وبين ابسال ممثل النقل الشيخ ده اللي بيمثلها فكرة الاموال والملكية الفردية حي شاف فكرة الملكية الفردية والاموال من الاشياء اللي قدت الى الصراع بين البشر وهو كان متعجب جدا من فكرة الاقتناء دي الناس عايزة تقتني الاشياء وتمتلك والفلوس وده الحقيقة يعني دي نظرة يعني صوفية وتيجي من انسان طبعا زي حي ده نشأ كده في وسط الطبيعة لكن طبعا في المجتمعات البشرية احنا طبعا عملنا الفلوس وعملنا الجري ورا الفلوس والناس بتاقضي حياتها كلها جري ورا الفلوس لكن هو بالنسبة له كانت دي من الاشياء الغريبة جدا يعني واذا قولنا ان ابن طفيل بيقدم رؤية فلسفية الا انه زي ما قلت لحضراتكم ايضا في جانب صوفي مهم جدا وبينتهي به هذا العمل فهو من خلال رسالة حي ابن اقصان بيقدم لنا رسالة في ايه تقديم خريطة في الطريق نحو السعادة لان حي ابن اقصان ده هذا الانسان استطاع ان يصل الى السعادة القصوى الى طور الولاية لانه صاحب تجربة روحية ثارية ويجوز يكون السؤال هل الناس العاديين ممكن يكون عندهم هذه القدرة انهم يصلوا الى هذا المستوى طبعا هو بيسيب السؤال ده مفتوح لكن اللي عايز اقوله انه بيقدم لنا احنا يعني اصحاب العقول اليقظة واصحاب القلوب السليمة بيقدم لنا خريطة لكيف تصل الى السعادة الحقية من خلال معرفة الخالق سبحانه وتعالى والاتصال بي في خاتمة القصة بيقدم لنا سؤال مفتوح عن الموقف الصحيح لمن وصل الى معرفة الحق سبحانه وتعالى هل يطرق المجتمع لما قلنا لكم لما حي وابسال الشيخ راحوا للمجتمع وشاف المجتمع بكل ما فيه هل الموقف الصحيح ان هذا الفيلسوف الروحاني حي يقعد مع الناس ويحاول الاهديم هو ده اللي هو عمله في الاول فعلا بس طبعا الناس ما زمعوش كلامه ولا ينعزل عن الناس زي ما هو عمل فعلا ورجع للجزيرة تاني هو وابسال طبعا فكرة الاشتباك مع المجتمع والنجاة بنفسك دي قضية كبيرة تركهنها مفتوحة ابن الطفيل وحي بعض التأمونات الفلسفية ايضا المهمة بيبدأ القصة بانه بيحمل الحق سبحانه وتعالى الذي علم الانسان وبالقلم علم الانسان ما لم يعلم فاول حاجة بيبدأ بيها فكرة انه التعلم تعلم خد بالك ده الشخص اللي هو ايه اللي عايش لوحده ويتعلم مش من الناس مش من الناس تعلم طبيعا بشارة من الكائنات الحية لحواليه من الكون كله بيتعلم مش مش بيتعلم في كتاب ولا في مدرسة وبعدين بيشاور ايضا الى الجمع بين حكمة الشرق والغرب ودي نقطة مهمة جدا طلاق الحضاري طلاق الحضاري ده شيء في غاية روعة بتكلم على الحال البهجة والسجور واللزة والعبور اللي وصل اليها اللي وصل اليها حي او اللي ممكن ان نوصل اليها الانسان ودي نقطة مهمة جدا في عين نفس الوقت بيشاور على الاخطاء اللي بيقع فيها بعد كبار المتصوفة لما يقول مثلا انا الحق مثلا كما قيل عن بعضهم بيقول ان ده خطأ في عين الفهم عظيم يعني السعادة اللي وصل لها حي هي نفس السعادة اللي وصلها ابن طفل نفسه هي نفس السعادة لان هو ده المستوى الروحي اللي ممكن يصل اليه الانسان اللي متجه الى الحق سبحانه وتعالى ومستعد يدفع تمن طور الولاي هذا المقام الكبير ففي الخلال هذه القصة نحن امام تجربة روحية عميقة وخبرة انسانية فريدة وليست مجرد نظرية فلسفية وهوش بس هو فيلسوف عن مستوى النظري لا لا انسان صاحب تجربة روحية وانسانية وصلته لهذا المستوى وصلته الى طريق السعادة وزي ما قال سيد المسيح عليه السلام في الانجيل انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة ده طريق النور طريق الحياة طريق الحق سبحانه وتعالى عن مشكلة اللغة اللي تكلمنا عليها بيقول ايه ابن طفيل لا نجد في الالفاظ الجمهورية الالفاظ المتاحة ولا في الاصطلاحات الخاصة الكلام اللي الناس بيتبادلوه اسماء تدل على الشيء اللي يشاهد هذه التجربة الروحية الفائقة اللي بيصل اليها بعض الناس في طور الولاية دي الالفاظ مفيش الفاظ بتعبر عنها ولا في اسطلاحات بتعبر عنها طبعا كلام رائع واذا يذكرنا بقول متصوف البديع عبدالجبار النفاير هو بيقول كلما اتسعت الرؤية حصل اليها بيقول ايه ضاقة العبارة كلما رؤيتك وسعت العبارة حضيق انك انت تتعبر عنها مش هتلاقي لغة تتعبر عنها في اشارات سريعة كده في فن الادب وجماله بيقول تصور التاني اللي نشأت حي انه يكون يعني نشأ من الجزيرة بقول ايه وهي الجزيرة بصري وهي الجزيرة التي يتولد بها الانسان من غير ام الجزيرة الجزيرة اللي انت عارف بها تولد فيها الانسان من غير ام ولا اب طيب وبها شجر الشجر يثمر نساء الشجر ايه يثمر نساء مش مش بيثمر اطفال مثلا يكبروا رجال او استاذ لا 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 ده بيثمر نساء ناضجات خيال الادب يبديع اشارة سريعة اتكلم عن انها من جزائر الهند عشان يشاور على الجانب الروحي زي ما قلت ان الفكرة دي فكرة انه التطور ده اللي اتكلم عنها بعد قرون العالم بريطاني شارلز دارون دارون اتولد الف تنوية وتسعة توفى الف تنوية وتنوية وتمانين بعد قرون حط النظرية اللي حضرتكو عارفانها بتاع التطور والانتقاء الطبيعي طبعا يعني نشير ايضا الى ان في قصة حي ابن اخزان بعض الاخطاء العلمية هي مرتبطة الحقيقة بثقافة العصر اللي كان فيه ومقدار العلم اللي كان متاح في ذلك العصر احنا نتكلم عن 8 قرون ورعها طبعا طبعا رواية محملة فيها جوانب ادبية وفنية وانسانية ودرامية كتير جدا جدا كلام عنها احنا طورنا بس كلام عنها ممكن ااخد وقت اطول فانا بس هعمل اشارات سريعة جدا اليوم استخدم ابن طفيل في جواية نفسها ايات من القرآن وحديث نبوية طبعا ده بالنسبة ان قد يبدو غريب شوية بس الحقيقة كان هو عايز يشير الى فلسفته فمثلا مثال منها ان الله خلق ادم على صراته ده حديث متفق عليه والمعنى نفسه موجود في كتاب المقدس هو ايضا اشار اليه ابن طفيل استثمر في قصته الحقيقة ثقافته الفلسفية والطبية والفلكية وعلوم الطبيعة والحيوان والنبات والتشريح يعني الحقيقة هذه هذه القصة حاجة وصبعين صفحة دي دي ما اكتبهاش العالم علامة في عدة مجالات الحقيقة طبعا اشارته العلاقة بين حي وبين الزبية علاقة الامومة والطفولة والحنان وهي لما كبرت وهي لما انتت حاجة يعني ادب راقي موقفه مع الموت اللي زلز الحي موت الزبية وعلم ان امه التي عطفت عليه وارضعته انما كانت ذلك الشيء المرتحل رحها وعنه كانت تصدر تلك الفعال كلها لا عن هذا عن هذا الجسد العاطل لما الجسد بتاع الزبية بعد وفاتها اوال مش هو ده هي كان في رحها هي اللي كانت اه اه في اشارة ايضا لآيتين وحينا الى ام موسى وضعيه فاذا خرفت عليه فالقيه في اليمن زي التصور الاولاني والآية التانية فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يرولي سوقات اخيه دي حصل ان هو اه اه حصل اصاده هذا المنظر فاتعلم ازاي عملية الدفن برضو بأننا استوقفنا اكتشاف حي للنار وازاي اكتشف النار وعناصر الحقيقة تفاصيل كثيرة جدا لكن هم هم ما في الموضوع هذه اللغبة المقدسة نحو المعرفة نحو المعرفة عموما ومعرفة الحق سبحانه وتعالى طبعا وصوله الى واجب الوجود الحق سبحانه وتعالى ادراكه ان الحق سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون الحقيقة يعني هو مش بس ادرك وجود الخالق لا ده ادرك كمان صفات الخالق وقدرات الخالق لا يعزب عنه مثقال زرر في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر هي يعني هو بعقله الواعي اليقظ استطاع ايضا انه يعرف قوله الحق سبحانه وتعالى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى وادرك افتقار جميع الموجودات في وجودها الى الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل وادرك انه كل شيء هالك الا وجهه وادرك كذلك حي انه ببصيراته دي انه هو نفسه خلق لغاية هو مش مش زي بقيت الحيوانات كده يتخلق عشان يأكل ويشرب ويستمتع ببعض المتع الحسية وبعدين يرحلها ده هو خلق لغاية واللي وصل لها حي ده حماركوا عارفين كتير من البشر حتى عصرنا الحالي ما وصلهاش ادرك ان رحته وساعدته الحقية هي في الحق معرفته للحق واتصاله بالحق سبحانه وتعالى مستوى طبعا عالي علينا جدا ادرك حقيقة موجودة في الكتاب المقدس وقالها السيد المسيح وجاءت ايضا على لسان يعني موجودة في العهد العديم التوراة وجاءت على لسان السيد المسيح ليس بالخبز وحده ويحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله حقيقة هذا المعنى هذا المعنى يوصل الله حي وحده لوحده ايضا وصل لمعنى واكله واشربه ولا تصرفه انه لا يحب المصرفين يعني حي رغم انه عايش لوحده في الجزيرة الا انه ادرك انه ضد الاسراف الاسراف ده شيء سيء جدا قيم كتير من الاخلاق الحكيمة الغاية ارتضاها نفسه حتى فكرة الطهارة والنظافة الشخصية وعشية كتير وصل الى انه الحكمة كلها تمثل في تسليم الامر لله الامر لصاحب الامر مع رضا كامل بجميع حكمه عمل مجهدات وريضات روحية ومادية ونفسية كتير علشان يوصل الحقيقة لهذا المستوى في بقى معنى مهم اوي كمان بيقوله لا سبيل الى التحقق بما في ذلك المقام طور الولاية الا بالوصول اليه يعني مهما يتم الحديث عن هذا المستوى العالي جدا من التطور الجوحي اللى ممكن يصلوا بعض المشرة الكلام عنه كله حقيقة هيكون ايه الوسيلة الوحيدة انك تتحقق ان تصل اليه ربنا يجعلكو يجعلنا من اهله ان الشيء الذي كان يظن خد بالك اولا انه ذاته المغايرة لذات الحق ليس شيئا في الحقيقة بل ليس ثم شيء الا ذات الحق عبدالحق ابن سبعين صوي في الاندلس ايضا الكبير كان بيقول ايه الله فقد هو في حاجة غير الله وانت شايف حاجة غير الله الناس بقى اللي مش شايفين الرؤية دي يعلمونا ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلوا بتكلم هذا المستوى طور الولاية اللي ينطبق عليه الحديث قدسي كنت سمعه الحق سبحانه وتعالى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وياده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها واذا سألاني لا اعطيانه اخرجوا البخاري هو ده المستوى مستوى يعني طبعا القصة فيها حاجة اشبه حضراتكم عارفين الرواي العظيم مركيز الروايات امريكا الجنوبية والواقعية السحرية هو عنده واقعية السحرية برضو يعني فيه اشياء فيها خيالات يعني اشارة لخيالات بديئة على الحياة واقعية السحرية اه انا قلت انه اه لما حط شخصية ابسال وصخصية سالمان ابسال الشيخ اللي هو رح له سالمان اللي كان قاعد مع الناس وبعدين ده بيمثل الجانب الباطن والتأويل والمعاني الروحية اللي هو ابسال اللي هو رح له الجزيرة الاول وسلمان بيمثل تمسك بالظاهر والبعد عن التأويل ودول الطيرين اللي موجودين في تراصنا والحقيقة في الاديان عموما يعني بس هو استطاع ان هو يعبر عنهم اه هو الخادم لمين الحي مش حي الخادم لابسال خد بالك ابسال يبقى هو الخادم الحي يعني اشارة لها دلالة تعجب حي من الحاجات اللي كان تعجب فيها ان ازاي بضرب امثال للناس لوصف العالم الالهي العالم الالهي ده بتضرب امثال ده بيؤدي الى نوع من التكسيم اه واعتقاد اشياء في ذات الحق سبحانه هو منزع عنها تكلم عن بعض الاشارات في المصوص القرآنية وفي الكتب المقدسة كلها بس هنا طبعا بيتكلمة ودي شجاعة رائعة من ابن طفيل كلم على موضوع الثواب العقاب برضو حي ما هو بيتكلم مع ابسال زي ما قلنا النقط اللي اختلف فيها ثواب ايه وعقاب ايه وليما اقتصر الشرع على هزي الفرائد بس هو شاف ان كل الفرائد الشرعي العبادات كلها دي حاجة قوليه لا جد ازاي الحاجات دي بس يعني ما عندش نقول له حضرته اول حاجة ضرب امثال للناس لوصف العالم الالهي ما وفقش حي على كلامنا موضوع الثواب والعقاب لم يوافق عليه اقتصار الشرع على عدد محدود جدا بالفرائد كل الفرائد اللي في العبادات هو اشتقلها جدا اا اقتناء الاموال والتوسع في المأكل والمشرب وتفرغ الناس للاشتغال بالباطل من وجهة نصر حي ايه كلام دي الحاجات اللي ما وفقش عليها يعني الاموال كلها الاموال نفسها ما كانش عنده عنده لها معنى ااا�� طبعاً اا حضرتكو تقدروا تتخيلوا لما ان تخيل انسان عايش واحده في جزيرة وبيفكر وهذا انسان ايه هذا الدرجة من الرقي العقلي ورقي الروحي طبعاً يمكن جدا ان هم متفاهمين ده طبعا السروب على قبض ده اصلا ده قضية اجتماعية لو هو عايش لوحده وبقى سوابها قبلي والناس نفسهم يعني زي ما قلنا عنه حقيقة زي ما وزي ما قرآن قال عنهم وزيلك ابن دفيل بيعبر عن رأيه الصريح في الغالبية العظمى من البشر ده بفكرنا بالفيلسوفي الألماني شو من هو كان لي حلقة وهو بيقول قل ما يوجد في الدنيا غير الحمقى الحقيقة واحدة من حقائق الحياة بيقول حي بقى لما عمل حرارات مع الناس بيقول ان الطائفة الاقرب الى الفهم والزكاء خد بالك الطائفة الاقرب الى الفهم والزكاء حين يرتقي حي عن الظهر قليلا في حديثه معهم ويخش لمستوى اعمق شوية تشمئز نفوسهم وهذا يذكرنا بما جاء في قوله تعالى واذا ذكر الله وحده اشمئزة قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة واذا ذكر الذين من دونه اذ هم يستبشرون حقيقة معنى في غاية العمر ادرك حي ان الناس طبقات وانه شاف انه كل حزب بما لديهم فرحون وانهم اتخذوا الههم هواهم ومعبودهم شهوتهم ولذلك رأى حي ان سرادق العذاب قد احاطى بهم قد بالك من الكلام ده سرادق العذاب احاطى بالناس ليه لانهم مشغولين في عالم الدنيا بص حواليك انا جزء قلت السؤال للحضرات كتير بص الحواليك الناس سعداء اللي تعرفهم ولا تعساء الناس حكماء ولا حمقى الناس بيعانوا ولا عايشين في هدوء وسلام ومسلمين الامر لله ده ادرك والذلك قال ايه سرادق العذاب قد احاطى بهم ده كلام حي حظ اكثر الجمهور من الانتفاع بالشريعة انما هو في حياتهم الدنيا ليستقيم لهم معاشهم يصف حال اهل الدنيا وسعيهم المادي نحو السلطة والمال والجاه والشهرة وغيرها باعتبرها كلها ظلمات بعضها فوق بعض في بحر لوجي فمن لم يجعل الله له نور فما له من نور لذلك حي ادرك في النهاية ان الحكمة كلها والهداية والتوفيق فيما نطقت به الرسل ووردت به الشريعة فكل ميسر لما خلق له دي الحكمة النهائية اللي وصل لها بعد ما شاف الناس وقد ايه هما لا يمتلكوا فطرة سليمة مثل فطرته ولا عقل يقز مثل عقله ولا قلب سليم مثل قلبه في خاتمة هذه الرواية وزي ما حضراتكم عارفين خاتمة العمل الادبي بتبقى في غاية الامية لانها بتبقى كاشفة وبتضيق جوانب العمل فالخاتمة اللي ختم بيها ابن طفيل اللي هي ايه ان حي لما جي يمشي من عند الناس اعتذر لهم عن الكلام اللي قالوا الكلام اللي انا اقولتو لكم يا جماعة يعني انا بعتذر عنه هم ما كانوش فاهمينه وما كانوش قادرين يدركوا هذه المستويات الروحية العالية فهو اعتذر عنه لكن السؤال اللي ممكن نسأله هل انسان يعتذر عن قول كلمة حق حتى لو كان المتلقي مش فاهمها مطروق طبعا لحضراتكم اوصاهم ايه حي قبل ما يمشي اوصاهم بملازمة ما هم عليه من التزام حدود الشرع والاعمال الظاهرة انتو بتقول الظاهر خليجوا في الظاهر سيبكم من حلم الباطن خليجوا في الظاهر ولانه تذكر مخاطبة الناس على قدر عقولهم كما جاء في الاصر اما ابن طفيل بقى في نهاية قصته ابن طفيل نفسه بقى مش حي فذكر انها اجتملت على حظ من الكلام لا يوجد فيه كتاب ولا يسمع فيه معتادة خطاب وهو من العلم المكنون الذي لا يقبله الا اهل المعرفة بالله ولا يجهله الا اهل الغرة بالله حقيقة الكلام يعني ايه معلش يتناقض شوية عن توضع العلماء انا معاه طبعا الكلام يعني فيه جانب كبير من الصحة بس لما جيه ابو حامد الغزالي يقول كلام مشابه راح حاطط على الكتاب ايه عنوان ايه احد كتب ابو حامد الغزالي المضنون به على غير اهله المضنون به على غير اهله بس لكن بيفصر ابن طفيل ايه بقى بيقول ان الذي سهل علينا افشاء هذا السر وهدك الحجاب ما ظهر في زماننا من اراء فاسدة خبالك كان فيه في زمانه من 8 قرون اراء فاسدة شوف احنا في زماننا في ايه بقى وبالتالي ايه هو اضطر ان هو ايه يرد او يتصدى لرد على متفلسفة العصر اصحاب الاراء الفاسدة فيقول هذه الحقارة وزي ما حي ختم حديثه للناس بالاعتذار عما قاله كذلك ابن طفيل انهى كلامه بالاعتذار للقراء للتساهله في كتابة ما لا يصح ان يقال ويسأل الله العفو حقيقة دي استوقفني هذا المعنى برضو الروح الجميلة اللي ابن طفيل يعني هو في الاخر بيعتذر بيعتذر هذا الفلسوف الكبير اللي استطاع في هذا العمل النوفيل الصغير انه يقدم كل هذه الحكمة وكل هذا العمق وكل هذا الجمال في الاخر هو بيعتذر لنا الحقيقة مش يعتذر ده هو يعني جدير ان احنا نقدم له الشكر لانه يعني على مدار قرب الف عام الناس بتتعلم بتتعلم من ابداع ابن طفيل ومن قصته البديعة حي ابن اخزان حضراتكم عارفين الحكمة ضلت المؤمن ورأس الحكمة مخافة الله اشتركوا في القناة